الخبير هل أبني سيف رعد وساد سيف مساء الخير هجمات تستهدف الصفارة الأمريكية ومثلها تستهدف مقرات الأحزام ما آلات هذه الهجمات الأخيرة مساء الخير عليكم وعلى متابعكم ومساء نوار ما حدث يوم أمس أعتقد أني أقسم حسب إلى ثلاثة أقسام هناك ثلاث جهات سياسية حاليا على أرض الواقع في العراق نأخذ أول شيء جانب الأمريكي والسهداف السفارة الأمريكية والبعثات الموجودة في المنطقة الخضراء هذه تتفق عليها على ثلاثة محاور الجانب الأول أو المحور الأول هناك جهات سياسية لا ترضى بوجود أي قوات أمريكية تحت أي مسمى تحت أي مسمى إن كان مستشار أو كان يعني يقدم خدمات لا ترضى بوجود أي أمريكي أو قوات أمريكية تعتبر احتلال لهذا البلد وهذا رأيه يجب أن نحترمه المحور الثاني هناك جهات سياسية تريد بقاء الأمريكان لأن لديها أجندات خاصة خارجية تريد تنفذها على أرض الواقع وهناك المحور الثالث جهات سياسية مع بقاء الأمريكان لكن بشروط بشروط تحدد ما هي واجبات المستشارين الموجودين في القواعد العراقية وهذا ما لمح به سيد مقتدى الصدر وسيد هاد العامري بخصوص معرفة الأشخاص اللي حيبقوا كمستشارين شنو عملهم ويتوضح للحكومة العراقية بعدادهم وينتواجدهم على مد نعرف طبيعة العمل الموجودين به على أرض الواقع استهداف البعثات يعني أمر خطير وإحنا في خضم موجود تشكيل حكومة والتأزم اللي يصير بين الكتل السياسية وتشكيل مجلس النواب الجديد وبعد الانتخابات اليوم الاستهداف أعتقد كان من منطقة الدورة عبارة عن صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملي تم استخدام قاعدة عبارة عن محلية الصنع عبارة عن مبوب استواني وربطت في دائرة كهربائية وبطارية 12 فولت تم استخدام أعتقد حسب الصور شفتها والمبرزات استخدام آلية توقيت في إطلاق الصواريخ بخصوص على المنطقة الخضراء وهذا استخدم من كثير في السابق آلية التوقيت يعني استخدم في كثير بالأوقات باستهداف المنطقة الخضراء وغير مناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر